السلام عليكم ورحمة الله اليوم نشرح طريقة تحويل الـ Underwood إلى آيفون كما ترون واجهة الـ IOS مع الآيقونات وأيضا قائمة الـ Library في الآيفون بالضبط وأيضا قائمة الوجت تقدر تفعل لها أنا Edit تفعل إضافة تار الوجت الذي تحب مثلا نضيف إيش من وجت هذا على كده Add وبكده نضف Done وأيضا إذا يجي الضغط بتلاحظوا هي إيقونات حتى الزين مثل الآيفون بالضبط حتى الفولدرات مثل الآيفون وأيضا Dynamic Island مثلا لو شغلنا مثلا موسيقى بتلاحظوا شوفوا كيف الضغط مثل الآيفون بالضبط توقف تشغل كل شيء وأيضا Control Center ترفع توضي الصوت الـ Wi-Fi تشغل طفل بلوتوث حتى قائمة الإشعارات وأيضا الصوت طواحظوها وأيضا الهاتف مثل الآيفون بالضبط كل شيء شغال حلاوة حتى الـ Recent App مثل الآيفون بالضبط وأيضا تم تغيير نومة الهاتف وشكل الاتصال مثل الآيفون بالضبط وقبل أن نشرح طريقة التحويل لا ننسى أفعلنا في غزة من الدعاء والمقاطعة والنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا إحصائيات اليوتيوب تقول أن 85% من المشاهدين على قناتي ليسوا مشتركين فإذا أعجبك محتوى القناة لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس يلا و بسم الله نبدأ مبدأيا بتحتاجوا هذا التطبيقين الأول لانشر والثاني حقل الاتصال بحط لكم روابط التطبيقات في الوصف أسفل الفيديو بعد ما تحملوا تشغلوا يفضل تكونوا نطفين الواي فاي لأنه من يعني إعلانات نفعل Next أولا لازم تخلوا اللونشر هذا الديفولت من هذا الخيار تضغطوا عليه i-launcher وكذا حولنا الواجهة لآيفون نسجع للتطبيق قفل الشاشة تعطيها الأذونات تفعله Enable تفعل الرمز مثلا نخلي أربعة أصفار من هنا تغيير الرمز ومن هنا تفعل إيقاف الرمز هاتفك الأساسي تخليه هنا الآن لما نجيل نغلق الجهاز نفتح أنت سويس واي أربعة أصفار وبكذا ضبطنا قفل الشاشة نرجع للتطبيق والآن نضبط الإشعارات تفعله Enable شوفوا الآن نما جيت سحب من هذا الطرف الإشعارات لو سحبت مطلع بيظهرين الإشعارات هنا بس لآن أنا ما بشمي الإشعارات نرجع للتطبيق الآن تقدر تغير خلفية قفل الشاشة معك هنا كثير خيارات أو أنك تضيف من هذا المعرض والآن نضبطه Control Center تفعله Enable لآن ما جيت سحب من هذا الزاوية Control Center شغل الآن فنولع الفلاش ضفي الفلاش تقدر من هنا تغير الخلفية وأيضاً من هنا تقدر تضيف وتعدل الـ Controls من هنا تضيف وتعدل تطبيقات أي شيء واللي يحبوا الـ Assist Touch هذه الدائرة اللي نجي في الآيفون من هنا تفعلها تعالها Enable مثلاً ما فضلهاش لأن هنا نضبط الـ Dynamic Island تفعل Enable لأن هنا تحد الحجم ومكانها تقدر تسجر الحجم الطول مثلاً فالليه كذا والأرض ننقصها كذا مثلاً وننزلها شوية من هنا أكس كذا ننزل 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 وكذا ضبطنا Dynamic Island هذا Layout حق التطبيقات كمبر تسجر حجم التطبيقات وهذا يخفي لك الهوم بار اللي تخرج من طريقه تنزل مرح نتخلي Theme Light أو Dark أو تخليه أوتوماتيكي نروح للـ World Paper قد تختار أي خلفية من هذه الخلفيات خلنا نختار هذه الخلفية مثلاً قلق complete done عندما أجي نطلع بنشوف عليها هذه علامات الناقصة يعني قدي جاهز عندما أخرين تلاحظ غيرة الخلفية نرجع App Lattery هذه إعدادات الملفات هذه اللي هنا هذو هنا ترتب التطبيقات القائمة التي تحب من هذا المكان منها تخفي التطبيقات الـ NHD من هنا تعدل الـ Innovation حق الصفحات مثلاً لما أجي تقلب بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل إحنا نخليها الأساسية done وهذا لما يكون عندك شعار في بعض التطبيقات يطلع لك الرقم فوقه كم عندك شعارات والآن عشان تقدر تضبط وهذه قائمة Recent App عشان تطع مثل الآيفون لازم يكون عندك جهاز سامسونج وتكون مثبتة Good Look تطلع لهم بمجيول Task Change تخليها Stack الآن مثل الآيفون والضبط طريقة تحميل Good Look شرحتها في قائمة لأنه يبقى هاتفك ممل بعد الآن أنا عندي نضبط حقا الاتصال هذا الاتصال العادي نروح للتطبيق الذي كنا حملناه تعطيها الأذونات حين تخليه كدفولت Continue وبكلا الآن جاهز تبعه الأصلي تدي اللي عدلناه دام ماذا تشي تضيف وجت تغطع نامة الزائد مثلا نضيف هذه أو هذه تختار الجتي Done ونحن ونضيف نفس الكعام عد ونحن نفتر هذا أيضا نفتر هذا وإضا نفتر هذا نسق عليه عدل Done وعشان تضيير نغمة هاتفك حمل نغمة الآيفون من أي مكان اللي هي هذا على نهاية خيارات Set Phone ring from the beginning بم لا لا ما حد يجي يتصل لك يكون على شكل الآيفون تسحب كذا في نفس الوقت نغمة الصوت حق الآيفون للأمانة جربت أكثر من لونشور وهذا كان أفضله من ناحية الاستقرار ومن ناحية الجودة في الأيقونات وفي الانيميشن والسلاسة حتى قائمة الصوت تلاحظوا مثل الآيفون وبكذا حولت جهازك إلى آيفون والآن نذكركم إذا عجبكم محتوى القناة لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر